السلام عليكم لبنات ومرحبا بكم وصفة اليوم هي بورا كالعجين كما تشوفوا جي فارغ من الداخل وبزاف ابنين نحطروه كمقبلة نحطوه مع جميع انواع الشربات في شهر رمضان ولا حتى في ساير الليام خصوصا كيكونوا عدنا ضياف نحطوهم طبق كما هذا ولا مقبلة كما هذه اجي بزاف همه وقيمة انا بقوا معي للاخير شوفوا تفاصيل ومقادير تحضير وصفة اليوم مشاهدة ممتعة اذا اولا نروحوا للعجينة عنا زوج كيسان تاع الفارينة في كل كاس نديروا 4 ملعقة صغيرة تاع الملح ونديروا 4 ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوة هذو هما المقادير الجفة نجيب الإناء التاعي تاع البتخان او العجانة ندير في هذه الفارينة مع الملح والخميرة وفي كل كاس تاع الفارينة نحطو ملعقة كبيرة تاع الزيت يعني اني ديرا زوج كيسان تاع الفارينة دونك راح ندير الزوج مغارفة كبار تاع الزيت نحط الإناء التاعي في العجانة ندور ملح أو نبسس هذه الفارينة مع السيت ومع بقية المقادير ومن بعد نبدأ نضيف الماء بالتدريج حتى نتحصل على عجينة متماسكة وانا في هذا العمل يراني استعملت البيتخان وانتوما كما مولفين تخدموا العجينة تخدموها ماشي شرط تكون عندكم العجانة باش تحضروا بوراك العجين اذا كما راكم تشاهدوا العجينة التاعي را يبدأ تتلم ومشي شرط راح نتلكها بالساف راح فقط تلمها ونتحصل على هاد القوام ما تكونش العجينة طرية بالساف وتتلاسق في اليد وما تكونش تاني قاسحة او يابسة اذا نتحصل على هاد القوام مباشرة لنلم العجينة التاعي نحطها في في انساشي هنايا في انساك دو كونجلاتيون ونخليها ترتاح على الاقل نصف ساعة هذه على الاقل ومن الاحسن تخلوها ساعة واكتر ونمرو مباشرة لتحضير الحشو عندي مقدار تعبصل اخضر مقطع عندي مقدار تعال لحم المرحي وعندي هنا مقدار تعال معدنوس مقطع رقيق بنسبة التوابل عندي الملح عندي الكوركم سكنجبير شوية تعال القرفة والفلفل اسود مباشرة نجيب المقلات نحط فيها كمية على الزيت ونحط البصل الاخضر ولا البصل العادي يعني هذا كره وقته اللي خدمت به ولكنتو ماك يتحبو تخدمو مايكونش هاد البصل ديرو البصل العادي نقلي هادك البصل شوية في الزيت نقص شوية للنار ونبدأ نخلط فيه بهذا الشكل بعد ما يتبالي البصل شوية نضيف الكميات على اللحم المرحي نفتحها في المقلات بهذا الشكل ونبدأ نقلي فيها ونخلط فيها مع الكمية تعال بصل نزيد شوية تعال ملح على حساب الكمية ونضير شوية تعال فلفل لكحل نضير القرصة تعال قرفة وشوية تعال سكنجبير ونضير القليل من الكركم ونبدأ نخلط في المقادير مع بعض في الحشوة تعال كما راكم تشاهدوه وبعد ما طاب الحم رحي وتقلى لي مليح مع البصل نضيف الكميات على المعد نوس مقطع ونبقى نحرك فيه لبعض التواني ومن بعد نطفي للنار ونخلي الحشوة تعال يبرد تماما ونعود نولي للعجينة التاعي بعد ما خليتها رتحت ساعة كاملة تحصلت على هاد العجينة الرائعة اللي نقدر نختم بها بكل سهولة نشكل الكرات كرة العجين تكون متوسطة للحجم كما كنتشوفو هاد الفقاعات اللي دارتهم العجينة دليل على نجاحها هنا ندير شويات على الفارينة فوق طاولة العمل ونحط هادوك الكورات كما كنتشاهدو ومن بعد نديرهم في لوساشي باش هكذاك ما يديروا ليش القشرة من الفوق ويبسوا لي ونبدأ نختم بكل بساطة هنا عندي هاد الادات اللي نديروا بها لشو صور هي موجودة في الأسواق وعندي هنا شوية تاع باياض البيت نعود ندير شوية تاع الفارينة فوق سطح العمل نجيب كرة العجين ونحلها بالحلال نعطيها الشكل الدائري كما راكم تشاهدو ولازم الرقوا العجينة تاعنا مدامكم ترقوها مدام البورك تاعكم يجيكم هايل ويجيكم فارغ من الداخل هذا هو سمك العجينة اللي لازم نتحصل عليها كي نحط يدي كما راكم تشوفو لازم تبان يعني تكون العجينة تخونسبارنت على رغو نجيب هاد الادات اللي نديروا بها لشو صور نحط بهذا الطريقة العجينة التاعي او الدائرة ونبدأ في الحواف نطليها باياض البيت باش هكذا كي نغلق عليها متنفتح ليش مستحيل راحات نفتح لي في المقلات نجيب الحشو بعد ما بردلي نحطو في الجنب كيما كم تشوفو نحط القطعة تاع الجبن الجبن اللي يكون هادو كليكاغي ينا ما عندكمش معليش ديرو جبن المثلتات هادا تقسموه على ثلاثة هادو كاغي تاع الفخوماج قسموه على ثلاثة وديرو بيها البوركتاحكم راح يجيكم رائع ايدا نغلق بهذا الشكل نزير ملاح ومن بعد نحي الفائض تاع العجين بالنسبة لي هادوك العجين اللي نحيتها زائدة نعاود نكورها ونحطها في الساشي راح ترتاح ونعاود نشكل بيها حبات البورك وحد اخرين نفتح هاديك الادات ونتحصل على حبات البورك من اروع ما يكون الشكل التاحها بزاف جميل وكي ما قلت لكم ما تنفتحش في المقلات تركوا بيها 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 في امبلا نستف هادوك البوركتاحي ونغطيه بسربيطة باش هكذاك نعود نقليه مايكونش ناشف من الفوق وتحصلت على هاد الكمية بالمقادير اللي تكرتها من قبل نسخن الزيت التاعي طبعا باش نبدأ نقليه في البوراك تكون النار متوسطة بعد ما نسخنه مليح ونبدأ نقليه في الحبات التاعي نرمي عليهم كمية على الزيت بالملعقة كما راكم تشوفوا ونكمل بقية الحبات التاع البوراك ونعود نولي لكم ونعطيكم بعض النصائح لتحضير هاد البوراك لازم النار تكون متوسطة ما تكونش سيدة بالساف باش ما ينحرق لكمش من الفوق ويبقى لكم الداخل شو يخطر دونك يعطيكم هاد اللون كي تكون النار ناقصة طيبوح لغردكم بالنسبة للعجينات تقدرو تحضروها ليلة من قبل وتقدرو تحضرو تاني الحبات التاع البوراك وتديروهم في الفخي جداغ الصباح والحشياء بالمغرب اتقلوهم عادي راح يجيكم من ارواع ما يكون وهذا هو البوراك تاعي بعد ما قريته نحطوه طبعا في سحن التقديم نزين بشوية تعالقارس وشوية تعالماعدنوس هذه هي وصفة اليوم وشوفو كيفاش جاء ما شاء الله من ارواع ما يكون ان شاء الله تجربوها في شهر رمضان ونقولكم الى لقاء في وصفات وتدابير اخرى باذن الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر